أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الآلي والحديث عن استعداد الأهلي لمباراة الوداد المغربي المباراة مباراة مهمة جداً وعايز أعكد على شيء فريل وداد وصل النهاردة مطار القاهرة الدولي وعلى رأس البعثة سعيد الناصري رئيس النادي وده اندل على شيء بدول ان فريل وداد مهتم جداً بمباراة العودة وشايف ان لسه في فرص بالنسباله في التأهل للأدوار النائية فده يخلينا نستعد بشكل قوي ويكون عندنا استعداد قوي جداً لمباراة العودة لأن المنافس منافس قوي مباراة الزهب انتهت لكن لازم نركز في مباراة العودة لذلك عايز أتطمن على الفرقة ونشوف الاستعدادات والنهاردة أول تدريب بعد العودة من المغرب قبل 48 ساعة وبالتأكيد الفريق خد يومين راحة والنهاردة الاستعداد إن شاء الله 3 تدريبات الفترة الجاية لغاية مباراة يوم الجمعة لذلك أنا أطير مباشرة إلى مقر النادي الآلي في جزيرة وملعب مختار التيتش وزميل العزيز شريف شعبان عشان نطمئن من خلاله على آخر الترتيبات والاستعداد للمباراة القادمة شريف مساء الخير عليك مساء الخير عليك زميل محمد تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الآلي في كل مكان من ملعب مختار التيتش طبعاً واستعداد لمباراة الودادة اللي هتكون يوم الجمعة بإذن الله يمكن بعد راحة استمرت حوالي 48 ساعة ولكن اللاعب محمود وحيد وأحمد الشيخ بالأمس كان فيه تمرينات زيادة مع مدرب الأحمال فهم أخدوا أجازة يوم واحد بس عموماً الراجل أو مدرب الأحمال بيشوف النواقص في الفرقة وبيبدأ يشتغل عليها فردي أو جماعي طبعاً مع اللاعبين أبدأ لك الأول من جولة مباراة طبعاً تلسان لزميل محمد يمكن كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الآلي بالأمس يمكن في الساعة العشرة صباحاً وجولة دون راحة يمكن اللي إسا راجعين من المغرب دون راحة طبعاً كابتن الخطيب ومجلس إدارة وكانوا حرسين إن هم يعملوا جولة ويشوفوا المنشآت في فرع الشيخ زايد وبالفعل في العشرة صباحاً كان متواجد الكابتن الخطيب وبعض من مجلس الإدارة وجولة إنشائية داخل فرع الشيخ زايد كل ما هو جديد لخدمة أعضاء النادي الآلي وبعد الجولة اللي استمرت حوالي ساعتين ونص من الإجهاد يمكن جولة كانت كبيرة جداً داخل فرع الشيخ زايد اتجاهنا إلى فرع مدينة نصر وجولة أخرى أيضاً من الإنشاءات داخل مدينة نصر طبعاً قام بها الكابتن محمود الخطيب وبعض من مجلس الإدارة اليوم دون راحة أيضاً مجلس الإدارة طبعاً الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته يمكن معظمهم كانوا موجودين النهاردة داخل المقر الرئيسي بالجزيرة بيشوفوا بعض الإنشاءات اللي يعني على قدم مصاق شغالين فيها هذه كانت البوابة الرئيسية أو بعض الإنشاءات داخل البوابة حتى المدرق اللي من خلف اللي يكون فيه غرف ملابس للفريق الأول وبعض فرق النادي يمكن كابتن خطيب كان حريص يشوف كل هذه الإنشاءات اليوم هو ومجلس إدارته دون راحة كل ده خدمة طبعاً لي الفرق الرياضية اللي هتكون مكانها في المدرق اللي من خلفي والإنشاءات اللي بتسعب بيها كل أعضاء النادي الأهلي طبعاً طبقاً لبرنامج عائلة الأهلي اللي المجلس خلاص قرر بيخلصوا يمكن بنتبقي حاجات بوسطة جداً الشغل على قدم مصاق كله شغال كله بيعمل يا رب بإذن الله يكون أعضاء كل أعضاء جمهير النادي الأهلي سعداء بما يقدمه مجلس الإدارة لأعضاء النادي الأهلي معك يا زميل محمد اللي التنبيرين هايبدأ بعد قليل معك فأي استفسار